اشتركوا في القناة تقاطعوا مع موقع مسار اللؤلؤ المدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كما يشكل امتداداً للجهود التطويرية التي تضمنها موقع مسار اللؤلؤ وللحديث أكثر عن مشروع تطوير شارع الشيخ حمد ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مدير إدارة التراث الوطني بهيئة البحرين للثقافة والأثار مرحباً بك في النشرة الثقافية وفي البداية ما هي أهداف مشروع تطوير شارع الشيخ حمد في المحرق؟ بساكم الله بالخير بداية أشكركم على فرصة الاستضافة للحديث عن هذا المشروع الهام في قلب مدينة المحرق التاريخية لا يخفى على المشاهدين أن شارع الشيخ حمد يعتبر أهم شارع تجاري في مدينة المحرق ووجهة أساسية للمقيمين والزائرين إضافة لذلك يتقاطع هذا المشروع بأحد أهم المشاريع الاستراتيجية بالبحرين وهو مسار اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث الإنسان العالمي لليونسكو هيئة البحرين الثقافة والأثار تسعى من خلال هذا المشروع الهام لخلق تجربة إنسانية متكاملة لمرتادي الشارع يطلق على هذه المبادرات مبدأ أنسنة المدن هذا المفهوم يهدف إلى خدمة الناس والمرتادين للمنطقة وتسهيل الخدمات لهم من خلال تسهيل حركة المرور للمشاه والمرتادين من المواطنين والزوار يعالج هذا المشروع أيضا عدد من القضايا التي كانت تتواجه الشارع مثل ازدحام صعوبة حركة المشاه وجودة الأرصفة بالشارع نسبة هدف هذا المشروع العمل على تحسين تجربة التسوق تسهيل حركة المشاه من خلال زيادة المساحات المفتوحة التي يتضمنها المشروع للربط ما بين الواجهات التجارية والمحلات وكذلك يتضمن المشروع زيادة عرض أرصفة المشاه لتسهيل المشي من خلالها بأمان وأريحية من جانب آخر يعمل مشروع أيضا على زيادة تشجير المنطقة ليس فقط إضافة طابع جمالي ولكن لزيادة مناطق التضليل وتقليل درجة الحرارة وانخفاض معدلات التلوث النتجة عن السيارات النتيجة المرجوة هي خلق تجربة سياحية ثقافية مميزة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مدينة المحرج نعم شيخ محمد ما هي السبل التطويرية وتفاصيلها والتي تعملون عليها إلى جانب وزارة الأشغال في هذا الشارع الحيوي وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذا المشروع تشمل أعمال تطوير شارع الشيخ حمد الممتد على مسافة 620 متر تقريبا بالإضافة لما ذكرنا من المصطحات الخبراء والأرصفة إلى تحديث البنية التحتية للشارع من المهم جدا تحسين شبكة تصريب ميال أمطار والخدمات الأرضية وأيضا تحسين مستوى الإنارة حديات لهذا المشروع اللي نرجو أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2024 هو توفير حلول بديلة لمواقف السيارات وذلك لضيق المساحة المتوفرة في مدينة المحرك هناك طلب أيضا على توفير للمرافق الصحية في المنطقة ولكن أهم هدف أن تكون الأعمال الإنشائية للمشروع لا تتعارض مع استمرارية تشغيل السوق في هذه الصدد أود أشكر جميع القاطنين بالمنطقة والتجار بالمنطقة السوق أعضاء المجلس البلدي لاهتمامهم وتواصلهم الدائم بهذا الخصوص وأيضا جميع الجهات الخدمية مثل وزارة الأشغال والمحافظة على تعاونهم الدائم نعم سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مدير إدارة التراث الوطني بهيئة البحرين للثقافة والأثار شكرا جزيلا لك أعلنت هيئة البحرين للثقافة والأثار عن تمديد فتح باب المشاركة في مسابقة الحرف المعاصرة وذلك حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر وهو ما يمنح أصحاب المواهب الواعدة في مجالات التصميم والفنون والحرف والعمارة فرصة من أجل المنافسة في مجالات الجائزة وتقديم رؤيتهم الخاصة الإبداعية حول سبل تطوير مجال الحرف والصناعات التقليدية كما تستقطب المسابقة الحرفيين والفنانيين والمهندسين المعمارين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الإجرافك والمصممين من جميع الخلفيات الفنية اشتركوا في القناة تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لانطلاق فعاليات الدورة الأشرين من المعرض الدولي للصيد والفروسية تحت شعار استدامة وتراث بروح متجددة تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لانطلاق فعاليات الدورة العشرين من المعرض الدولي للصيد والفروسية أبوظبي 2023 هذا الحدث الأطخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا وأحد أهم الأحداث المتخصصة بهذا المضمار على مستوى العالم تجربة محاكاة فريدة يقدمها المعرض لعشاقه من هوات رياضة الرماية والصيد والفروسية من مختلف دول العالم حيث يوفر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة فريدة للشركات والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة والتواجد ومقابلة الشركاء والعملاء المحتملين وجهاً لوجه سعياً لبناء علاقات تجارية ثنائية قوية حدث فريد من نوعه مخصص ومصمم للترويج لـ 11 قطاع يتنوع بين الفنون والحرف اليدوية والفروسية ورحلات الصيد والسفاري ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية ويحتضن أكثر من 900 من العارضين والعلامات التجارية تقدم للزوار والمهتمين أحدث التقنيات والابتكارات والاتجاهات في الصيد والفروسية بالإضافة إلى أفضل وجهات الصيد في العالم ويتيح المعرض للزوار فرصة التعرف على ثقافة دول الخليج العربية ودولة الإمارات وموروثها الأصيل من خلال الأنشطة المتنوعة والمبتكرة التي يقدمها والتي تعمل على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والحياة البرية إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضات الأصيلة والصديقة للبيئة على نحو مستدام ترجمة نانسي قنقر